ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأولى للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي مجلس الأمناء والتي تهدف إلى متابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي وأكد مدبولي أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادي منها الاتفاق الذي تم تواصل إليه مع صندوق النقد الدولي وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف بالإضافة لما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة وحماية المنافسة وجذب الاستثمارات وعرض رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية مؤكدا أن الحكومة اتخذت عددا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزراء والجهات المعنية